حوار يجمع بين إبراهيم مونير القائم بأعمال مرشد الإخوان في لندن وبين محمد ناصر فتاة الإخوان اللعوب وبيسأله والتاني بيجاوب وبيسأله والتاني بيجاوب بيتكلمه من نسبة عشر سنين على يناير محمد ناصر وصل به الوقاحة والحقارة أنه يحاول أن يصف ما جرى في 25 ناير 2011 بأنه غزوة أحد غزوة أحد لأنه كل كان عايز يأخذ الغنائم في حرسة الهزيمة هكذا يصف الجاهل أو الأجهل محمد ناصر للأرعن الأحمق إبراهيم مونير تعالوا نتابع ماذا سأل وكيف أجاب إبراهيم مونير هل نستطيع أن أقول أن الثورة يناير كانت غزوة أحد أن الثورة؟ أن الثورة يناير كانت لها وجه شبه مع غزوة أحد يعني أسبح سيبتداء أرجو أن دكتور أيمان بتكلم عن فصيل واحد وكانه يشير بهذا التعبير المطلق وكانه يسير الناس تصور الإخوان المسلمين التي كانت هذا الفصيل وهذا الكلام غير صحيح إنما ليس لا أستطيع أن أقارنها بغزوة بدري غزوة أحد يا فندم مش بدري ولا غزوة أحد لا أنا أصدق الفكرة أن الكل سعى إلى اكتساب مغانم من الثورة قبل أن تتحقق سبحان الله بيقول لك الخمسة وعشر ناير غزوة أحد يعني عايزي وصيف لي كده مثلاً أيمان نور والبردعي ومش عارف الأسماء إياها دي شوية أسماء دول يعني هما دول كانوا الصحابة يعني دول كانوا ناس منزهين ومنزلين واختلفوا على الغنائم في حرسة الكارثة ده اللي بيقوله محمد ناصر ده بينضح اللي جواه من جهل وبينضح اللي جواه من تناقض وبينضح اللي جواه من غل فبيسأل عايز يسمي هذه الحركة التي حدثت في يناير عايز يماثلها ويقارنها ويضاهيها بغزوة أحد رد عليه إبراهيم منير الرد المايع زيه وقال يعني ما قدرش أقول إنه كذا ما قدرش أقول حاجة عنه عموماً ولا بدر ولا أحد ولا الخندق كمان ولا خيبر ولا حنين ولا دي غزوة المهابيل دي غزوة المهابيل لأنه أنتوا فعلاً واحد زي محمد ناصر ولا أحد زي براهيم منير اللي ما يتكلمه في هذا التو كيف يكتمع هذا بذلك يعني محمد ناصر معروفة العمر رجل يعني ليس له في لا سياسة ولا دين ولا منطق ولا غدا كان أحد هؤلاء الشراثمة اللي موجودين بيتسكعوا في مقاهي وسط البلد يبحث عن فرصة عمله هنا أو هناك وكان ليه أراء جبتها لك قبل كده هو بيتكلم كل شيء انقلب مئة بالمئة حينما ذهب إلى تركيا رأيه في عبد الناصر اتغير مئة في المئة لما راح على تركيا كان بيحب عبد الناصر وكان بيسبح بحمده راح تركيا شسابل عبد الناصر كان بيسبح بحمد السادات هنا وعندما ذهب إلى تركيا انقلب على السادات وكان يتحدث بحديث عن قطر هنا في مصر زي ما احنا نتكلم قطر كان بيقول على قطر عبارة عن يعني واحد صغير عايز يطول عايز يدمل في بطن الخليج ولما راح هناك بيتكلم على قطر ان هي وهي 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 هكذا هؤلاء اللي بيغيروا جلدهم وغير ألوانهم والمشكلة ان هم دول بيطلعوا برا بيكتازوا ويقطعوا ويصرفون بها